بونجور سالو نييفتك فخامتك سعادتك معليك ادسك جلالتك حضرتك استاذ وايه الى اخرين هاي دي كله القابع شو بتدل بالزبط يا كذاب يا نصاب تخيل والعياذه بالله انه اندهلك باسمك وانت نايب عن الامة او وزير او مدير تخيل انه انت ماشي بالطريق وحضا يعيطلك يا استاذ بتعرف شو بيكون قصده يا حماق هاي ده قصده وتخيل قده بيكون فيه اسادزي بالطريق وانت واحد من الاسادزي ها وتخيل حضرتك راجع عالبات وضربتله السيارة لجوزي وتخيل انت راجع عالبات لأ هالله زي العصفور تخيل اني عن قبلة صفي تخيل انك راجع عالبات وضربتله السيارة لجوزي شو بقلك شرفي ضربطية حضرتك اذا كان مهزق بس شو قصده بحضرتك يعني ضربطية يا بقرة وانك ما بتعرف تسوي وبيبوز عالشهر وتخيل انت التاني مرتك تدقل لك من عشية شو بتقل لك عالتليفون وينك حضرتك لهالله يعني وينك يا حيوان تركني لحالي مشان وأكيد بتتذكر لما حضرتك كنت راجع عالبات ومعك كان السيارة وسرقة سرقة من بيك وعم بتجرب تحطها بالباركينج عالقد متل ما كان هو صففة ومعلم بالطبشور محل الدوليم وتفوت عالبات هيك عاللس وتفتح الباب بدون ما يزايزي بيك فجأة يضول لومبادار شو كان يقل لك تتذكر شو كان يقل لك إذا قال لك وين كنت فخامتك لهالله بتعرف شو يعني يعني وين كنت داشر يا بغل لهالله وتاكل كم بسبق وتفوت نام تتذكر حضرتك لنرجع لموضوع المدرسة إذا التلميذ يا مضامع يطلق بإسمك مش معناتها عم بيقلل من احترامي دوموزال ساوسان معناتها انت عم بتعلمي كون إيكول دوموزال ساوسان من علمني حرفا صرت له عبدا دوموزال ساوسان إذا ما فتت لعنده وقلت لها مدام ماري وحلو هوني انت تكون مغلبطت إلا مدام تطلع دوموزال ضغري هيك بتكشر عن النيابة وينزل قرونة لتحت وبضطمطحك وتقلك دوموزال إذا بتريد هيكل لألقاب نحنا اختر عنها لحتى نميز حالنا طبقية إنه هيدا اللهم إنه نحنا كلنا جهيون في فرد لون فانتبه لنرجع نعيدهم استيز حمار حضرتك بقرة حضرتك جحش فخامتك بغي تخيل إنه اسمك كتير مهم تخيل إنه اسمك بيخبر عن تاريخك انت تخيل عيطولك باسمك قبل ما يعيطولك استيز وتخيل لما يحطوا انتقل إلى رحمته تعالى واسمك تحته حتى لو حطوا دكتور حتى لو حطوا صاروخ قبل اسمك ما فيك تقول له غيرت رأيه تعالى انت فاسمك واسمينا وشو تعبوا أهليني أغفر